بسم الله الرحمن الرحيم وتشابه مع قصة حبهم الحقيقية في بعض النقاط خاصة انه قدم احدى قصص الحب التي اعترضها كثير من الصعوبات حتى تكللت بالزواج وهو ما حدث فعلا في بداية قصة الحب الحقيقية التي جمعت بينهم لكن نهاية الفيلم كانت عكس الحقيقة بدأت قصة حب نور الشريف وبوسي حينما انجزب نحوها اثناء تقدمها لبرنامج جنة الاطفال في مسبيره بجوار شقيقتها نورة ظل يحمل مشاعر مختلطة بين الاعجاب والحب لبوسي خاصة انها ما زالت طفلة حتى جمعهم مسلسل القاهرة والناس في الستينات وكانت وقتها عندها 15 سنة فشعر انه لابد من مصارحتها بحبه وفوجئ بمبادلتها له نظرات الاعجاب استمر الحب بينهم لعدة سنوات قبل ان يتخذ نور خطوة جادة بالتقدم لقصرتها لخطبتها لكن طلبوا قوبل بالرفض من قبل والد بوسي نظرا لانه كان ما زال في بداية مشواره الفني اضافة الى الشائعات التي انتشرت في تلك الفترة عن ارتباطه باحد الفنانات وحاولت قسرة بوسي تزويج ابنتهم من احد الاسرياء لكنها حاولت الانتحار فتراجع اهلها عن هذه الزيجة لم ييقص نور الشريف واصر على الفوز بقلب بوسي وتوسط عدد من الاصدقاء المقربين من عائلة بوسي وعلى رأسهم المخرج عادل صادق لإقناع والدها باتمام زوجها من نور وبالفعل تمت الخطوبة عام 1972 ثم تزوجوا في نهاية العام وعيشوا حياة سعيدة كللت بانجابهم لبناتهم سارة ومي قدم نور الشريف وبوسي العديد من الاعمال الفنية الناجحة معا والتي حازت على اعجاب الجمهور والنقاط منها حبيبي دائما آخر رجال المحترمين دائرة الانتقام والعاشقان وأسسوا شركة انتاج مشتركة استمر زواجهم ما يقرب من 33 عام لكن في عام 2006 فوجئ الوسط الفني والجمهور بإعلان نور الشريف وبوسي انفصلهم بعد أن قامت بينهم خلافات قسر شائعة ارتباطه بأحدى الفنانات الشابات ولم تنجح الوسط في تقريب وجهات النظر بينهم وفشرت الفنانة المعتزلة نورة شقيقة بوسي بإقناعها بالرجوع عن قرار الطلاق الذي وقع بالفعل ودام الانفصال بين أشهر عاشقين في تاريخ السينما ما يقرب من 9 سنوات لكن ظل نور وبوسي صديقين حتى عادت المياه إلى مجاريها في عام 2015 خاصة بعد أن اكتشف نور الشريف إصابته بسرطان الرئة وانتهز فرصة خطوبة ابنتهم سارة ليستأنفوا حياتهم الزوجية وتعاهد على الحب للأبد فظلت بوسي بجانبه حتى آخر لحظة في حياته وتوفي نور الشريف في أغسطس من نفس العام الأمر الذي مسل صدمة بالنسبة لها خاصة أنها نهاية مشابهة لفيلمهم حبيبي دائما لكن بوفاته هو ترجمة نانسي قنقر